وكما توقعنا فوز كبير للنادي الأهلي فوز ساحق رباعية خطيرة أيوة خطيرة الأهلي يحقق فوز مهم في ذهاب دور سيمي فاينال دور قبل النهائي دور رابطة الأبطال الأفريقية على فريق وفاق السطيف برباعية نظيفة والأحسن أنها نظيفة الأجمل أنها رباعية لكن الأروع أنها نظيفة وأن الشناوي لم تهتز الشباكو مباراة سيادها النادي الأهلي من البداية للنهاية تفوق فيها موسيماني فنيا وتكتيكيا بير سيتاو ما نفزمتش يعني زي ما كنا بننتقد موسيماني راجل النهاردة لازم نديله حقه بزيادة زي ما كنا بننتقد بير سيتاو لازم النهاردة نقوله شابو بير سيتاو ما نفزمتش الأربع أهداف النهاردة بير سيتاو معلم عليهم معلم عليهم كل هدف معلم عليه هدف الاول هو اللي يسجله في ديئة 30 من تمرير الطائر محمد طاهر يسكت لا هو اللي عمل الباص الهدف التاني عشان يجيب طاهر محمد طاهر الهدف التاني من تمرير بيرسي تاو ينزل محمد شريف يعود للتهديف من تمرير بيرسي تاو هدف الرابع عرضية محمد هاني اللي غاب عن المطش ورجع فاخر دي علشان يبقى الرابع برضو بيرسي تاو فالنهاردة بيرسي تاو هو العريس تاو 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 هو نجم المباراة النهاردة الف مليون مبروك لكل الاهلوية خلينا نرحب بالناس الجميلة المحترمة رياض اجزافي رغم المطش في الخامسة فجرا بتوقيت سيدني بس لا ليستاهل وشكرا ياهلي على الفرحة عراقي من سيدني ننورنا وسعادة بوجودك معنا وامتبعيتك لينا من سيدني طبعا الاهلي يستاهل موسيماني تعظيم سلام ده رسالة الأستاذ نبيل زاك النهاردة موسيماني شابوه النهاردة تسيد المباراة الناس اللي كانت ألانا من التشكيلة كانت الأفضل ورغم ان النادي الآلي كانت بمقدوره يقدم مستوى أفضل لكن بعض اللعيبة ما كانتش برضو في المستوى يعني حسين الشحات تحسه لسه علي معلول مش هو أفشها محمد هان يعني النهاردة اللعيبة بتلعب وياه في نص مستواها لكن تسياده المباراة من البداية للنهاية مجد الفيل أهلاوي منوارنا جرجس منوارنا من المينيا ميشيل سعدالة مايكل آه من كندا منوارنا وستاذ مايكل سعدالة وأحمد بريك وسامير علي والمحترم أيمن راضي اهضار الفرص مستمر مستمر بس جبت أربعة يعني جبت أربعة وضيعت زيهم مقبولة مش مشكلة مشكلتك انك مكنتش بتجيب النهاردة جبت وجبت قدام فريق كبير أطاح بالترجي وغلبوا على أرضه ورغم كده انت جبت رباعية وحفظت على نظافة شباك شباك حمادة عيسى هو لالي بحالات لالي بحالة واحدة على طول على البطولات ناوي سوسو سهير الموس ماشي على سطر وسايب سطر خلينا نركز في السطر اللي ماشي عليه النهاردة الراجل عمل مباراة مميزة تغييرات تحفة النهاردة عمل تغييرات عمل إفاقة للجناحين خروج طاهر وخروج حسين والشحات نزول محمد شريف وخروج محمد ونزول مكسوني كمان عملوا إفاقة لهجوم النادي لان وتغييرت كمان وليد سليمان معلم وليد سليمان نزل في عشر دقايق يعني يمكن صنع كورة وسدد ولعب وعرض كورة لا النهاردة الحمد لله الحمد لله الفريق كان متقلق رغم أننا بقول بعض اللعيبة ما كانتش في المستوى المكتمل في المستوى المكتمل نوارنا وسطر النجدي واحسين عصام ألف مد يوم مبروك النهاردة مبارح نسطة وقعت الأليفوز ثلاثة صفر الأستاذ بيقول الوفاق ضعيف هو عشان الأليفاس بربعية بقى الوفاق ضعيف هو مين اللي طلعت تراجي تونسي مش هو وفاق ستيف برضو ولا إيه وبعدين ما تصدقش حد صدق دماغك صدق عقلك مفيش فريق بيوصل سيمي فاينال دوري رابطة الأبطال الأفريقية ويتالعلي ضعيف مفيش فريق يوصل ويصعد من دوري المجموعات ويتالعلي ضعيف بمنتهى الأمانة عشان بس محدش يقول أصل المباراة والأهلي والفريق ضعيف والأهلي هو اللي يستاهل يوصل آه يستاهل يوصل ويستاهل البطولة بإذن الله لكن مش علشان ضعف فريق وفاق ستيف عشان شطارة الأهلوية النهاردة مباراة مهمة أيضا بيترو أتليتكو والوداد البيضاوي فاز الوداد البيضاوي تلاتة واحد تلاتة واحد يعني في رغم أن المباراة كانت فيه أنجولا ولكن فاز الوداد البيضاوي تلاتة واحد يعني طبعا كان فيه كمان حالة طارد البيترو أتليتكو شكلها نهائي دور رابطة الأبطال الأفريقية رايح بين النادي الأهلي والوداد البيضاوي وما تصدقش حد يقولك الأهلي ضمن البطولة لأن ما تنساش كان فيه من تلات سنين نهائي دور رابطة الأبطال الأفريقية بين الأهلي والوداد وتوج الوداد بالبطولة البطولة لا تحسم إلا بعد سفارة النهاية عشان كده الشناوي النهاردة في تصريحاته ما بعض المباراة قالك إيه؟ قالك لم نضمن التأهل بعد مراوبي شناوي لسه كل شيء في كرة القدم وارد أنت لازم الإسبوع ده تستعد المباراة الوفاق الصيف العودة وعينك عن نهائي وتعلم أن البطولة لم تضمن وتعلم أن أنت حتى لو خسرت النهائي ما عملتش حاجة أنت هدف الأهلوية إيه؟ الفوز بالبطولة الأفريقية للسنة الثالثة على التوالي هو ده الإنجاز السلاسية والثالثة تبتع فانت حتى هذه اللحظة ما عملتش حاجة لسه هو ده التواضع عند النصر سامي شفيق منوارنا سامي شفيق سامي ومارتن من كاليفورنيا منوارنا وألف مليون مبروك دكتور موسى تشانل دكتور قناة الدكتور موسى نجيب موسى منوارنا حسين عصام هم بس وليلين فنانية وستاذ أحمد البعض النهاردة زي ما أنا قلت كان وليل شوية ولكن خلاص النهاردة لازم نفرح الأهلوية لازم يكونوا جاهزين إن هم يسعدوا ويفرحوا خلينا نفرح هو أنتم مستغطرين علينا الفرحة ألف ألف مليون مبروكو استاذ أحمد أبو شوشة لأهلي كاسبان أربعة صفر والناس برضو لسه بتنتقد لأهلي كاسبان سيمي فاينل دور رابطة الأبطال الأفريقية أربعة صفر ده ما حصلتش منذ مدة والناس لسه بتنتقد لا 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 موسيماني النهاردة له كل التحية عشان ندي لراجل حقه النهاردة بتدى بتشكيلة يعني يمكن الناس كانت ألانة ولكن موسيماني النهاردة كان مركز وابتدى بتشكيلة شناه في حراسة المرمة قلبي الدفاع زي ما قلنا بالأمس طبعا ياسر إبراهيم ما شاء الله عليه وأيمن أشرف وعلى اليمين محمد هاني وعلي معلوله النهاردة الجناحين ما كانوش فيين قوي شوية لكن الحمد لله مش مشكلة الجايات أحسن لكن لما علوله بيفوق في ثواني بنوصل ولما هاني بيفوق آخر كورة فعرضية هدف فرسي طوى على طول الرابع فنهاردة الحمد لله يعني في الوسط حمدي فتحي وديانج وطبعا عمي حسين الشحات وطاهر محمد طاهر وعبدالآدر وفي الأمام بيرسي تاو وجهة نظري التشكيلة هي الأفضل والتشكيلة المثالية في ظل غياب بعض العناصر الأساسية زي عمر السولية وزي محمد عبد المنع وانتقضنا بالأمس الموس وقالنا انت ليه مستبعد صلاح محسن ولكن ما نقدرش نقوله حاجة الراجل كسبان أربعة نقعد ساكتين ونقوله تعظيم سلام ما فيش حاجة أكتر من كده انت عايزها يعني التغييرات عجباني جدا في الديئة 68 بتنزل لويس مكسيوني مكان حسين الشحات وبتنزل محمد شريك مكان طاهر محمد طاهر تفوى الهجوم ما كنتش بتدافع ورغم ان في حالة طرد كانت وضحة ومستحقة ولكن موسيماني عايز يزود الهداف ووافع الخط عمالي يحفز اللعيبة وادخل وقول تلكم وامركز باله 3-4 في التدريبات على الاختراق من العمق ونجح فيه بمنتهى الأمانة نجح فيه يعني وبعد نزل أفشة مكان حمدي فاتحي وتغييرت وليد سليمان مكان أحمد عبدالقادل برضو كانت مميزة نهاردة موسيماني 10 من 10 نهاردة موسيماني 10 من 10 ومان اف زماتش نجم المباراة بيرسي تاو راجل جاب الهدف الأول مفيش بعد كده كمان صنع الهدف التاني وصنع الهدف التالت وجاب الهدف الرابع فيه بعد كده بيرسي تاو جاب الهدف الأولاني في ديئة 30 من تمرير الطاهر محمد طاهر جميلة جدا جدا وبييرسي تاو حتى حلواوي والهدف الأول كمان الاهلي احرزه في البداية ولم يحتسب نتيجة الأفصايد شاكل فيها شوية ولكن مش مشكلة فتقدم الاهلي بهدف بيرسي تاو بعرضية طاهر محمد طاهر ورقصية بيرسي تاو بعد كده كانت في حال الطارد فالشوت التاني طاهر محمد طاهر بيرسي تاو بيرضله الهدية وطاهر محمد طاهر بعرضية بيرسي تاو بيجيب الهدف التاني في دياء 54 ودية 72 بيرسي تاو لمس لمسة جميلة لمحمد شريف والرابع في ديها تسعين عرضية هاني قطعت بير سي تاو الهدف الرابع فالنهارده اربع اهداف بير سي تاو جايب معاك الاول والرابع وصانع التاني والتالت مفيش احسن من كده النهارده بير سي تاو لازم الجماهير تحييه النهارده مباراة منتهى 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 المكاسب النهارده النادي الاهلي مباراة مليانة مكاسب تدي ثقة لعبتك تدي ثقة المسيماني تدي ثقة بير سي تاو ويصالح جماهير النادي الاهلي يقول انا صفقة تتائل بقيمتي لانه فعلا النهاردة كمان حتى بدنيا فيه اوي اوي ما شاء الله وبيجري وبيتحرك واف على حيله كويس هجايب هدفين وصنع هدفين مفيش بعد كده فول مارك يا ابني ونهاردة عودت محمد هاني يعني العرضيات ولو كانت متأخرة لكن الحمد لله هو نفسه كان حاسس انه مش بيقدي بشكل كويس وحاسس ان الجماهير بتزوم عليه لكن خلاص عرضها جاب الرابع شقر الجماهير وترسيت او شقر الجماهير وكان ربعية جميلة كمان من مكاسب المباراة عودت محمد شريف للتدريب للتهديف عودت محمد شريف للتهديف ثقة اللي بتاخدها ديانج النهاردة من نجوم المباراة فلا النهاردة مباراة كلها مكاسب طاهر كان منسجن معتاه ودحايه ولا رغم كده طاهر كان ممكن يعمل احسن من كده وحسين الشحات كان ممكن يعمل احسن من كده الشحات ضيئة واحدة في شط الاول ما اضيعش لكن مش عايزين نقول الاهل يضيع طالما وصل وجبت اربعة شكرا فيش بعد كده مشكلتك انك كنت بتوصل وما بتجيبش لانت وصلت وجبت اربعة فقدت الخير اللعيبة لازم نشكرها لازم نحييها لازم نقول مبروك لازم نساند وندعم وند السقة وده اللي كنت بقوله مبارح كل اللعيبة النهاردة رجالة كل اللعيبة رجالة التحكيم كان عادل الحمد لله يا سيد سعيد الشيشيني ولو ان كنا الان لكن التحكيم كان عادل ولو ان انا الان من الهدف اللي تم يلغاءه في البداية sangre فالنهاردة لها لرباعية نظيفة رباعية جميلة رباعية خطيرة مبروك لموسيماني النهاردة من المباراة الفنية الموسيماني العالية وقلتلكم موسيماني هو بتاع افريقيا وبتاع المباراة التييلة وبتاع المباراة البوكسنج فحاجة حلوة جدا 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 وكذلك برضو لازم نبارك لبيرسي تاو لازم نبارك لبيرسي تاو طبعا قبل البداية المباراة كان فيه دي أحداد على شهداء الوطن قبل انطلاق مباراة لالي وفاق ستيف ربنا يا رب يرحمهم ويعني يتغمده بواسع رحمته يعني سيظل يعني الشهيد المصري في قلوبنا جميعا ودايما شهدانا على قلب كل رجل مصري دايما 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 في كل قلوبنا بقال الله النهاردة حادث ارهابي ولكن شهداء الجيش دايما بيتصدوا لكل الدربات يعني قبل المباراة الحمد لله النادي لالي اتحرك بسرعة وخد الموافقة وكان فيه دقيقة حداد على شهداء الوطن قبل المباراة ونادي لالي قام بتعزية طبعا الكل ونزل بيانتعزية على موقعه الرسمي البقال الله ربنا يرحمهم يا رب ويحسن لهم ويصبر أهليهم يا رب طارق حسان يا محترم مبروك انت لأخلاق حبيبي ربنا يخليك النهاردة كمان يعني عايز أخذكم وعجبني من ضمن الأمور المميزة هدف طهر محمد طهر النهاردة عاود الطهر برضو للتهديف من الأمور المميزة وحتى موسماني يمكن نتكلم في المؤتمر الصحفي وقال إن هدف طهر محمد طهر من أهداف المباراة يعني هو من ضمن كلامه اللي أستاذ فروس عدى يعني هيصطفيد فيه اتكلم وقال إنه ما جاش الأهلي كموسماني يعني من أجل تحقيق الأرقام القياسية لأن الأهلي لا ينافس إلا نفسه الله عليك يا موس وانت فيه قرأي فقال لك أنا كنت سعيد بإخلاق الفرص النهاردة بيرسي تاو سجل محمد شريف سجل والاتنين صنعوا طهر محمد طهر ده الأهم بالنسبة ليه لأن أنا لعبته فرص حربة ولو ما كانش يسجل كان الناس هتلومني ورغم كده احنا لم نتأهل يعني فالنهاردة عجبني تصريحات موسماني حتى في في تصريحاته عقلاني جدا رجل المباراة الكبيرة لارا يحية النهاردة صح في الجزارية بتكلم اكتساح اكتساح للأهلي يعني بصراحة فريق وفاق السطيف ما حدش يصدق يقولك السوخان ضعيف لا لعيبة على فكرة مميزة عمرهم السنية قليلة النهاردة لعبه مباراة لكنت عندك برضو موسماني على فكرة داروك نوفيتش مديرهم الفني من المدربين المميزين جدا ولكن داروك نوفيتش انت خلاص حطيته في ملعبه وقفلت عليه وعملت المصيادة ولعبت لعبك واختركت من النص اللي اتمرنت عليه وقد كان يعني النهاردة خداريا والحارس المرمى سوفيان خداريا دخل فيه رباعية احنا قلنا من حراس المميزين لكن مش قدام الاهلي فالحمد لله يعني عاجبني تصريحات الشناو بعض المباراة من التأهل لم يحسم لسه في مباراة عودة وعايزين نسعد جماهيرنا محمد شريف بيتكلم ان احنا عايزين نرد الاعتبار ونوصل للنهائي وان احنا عايزين نوخد البطولة الافريقية لا من حق الاهلوية يفرح من حق الاهلوية يسعده النهاردة كابتن محمود الخطيب كان قاعد وكاميرا جات عليه في لقطة من اللقطات تحس كده كان يعني بيتنفس السعاداء مع خطأ كده الايمن اشرف لانه كان يتمنى ما يخشش في مرمى النادي الاهلي هدف والحمد لله قد كان يعني من المأسورة الرئيسية كان سر خوفه وتوتر بيبه خوفه ان الاهلي يدخل فيه هدف خوفه ان الاهلي يدخل فيه هدف والحمد لله الاهلي فاز رباعية نظيفة فسر قلق بيبه او سر خوف بيبه او سر توطر بيبه انه كان خايف ان الاهلي يدخل فيه مرمى هدف وبالتالي الامور تتعصب شوية او الامور تتنشن شوية وهو عايز الامور تبقى احسن فلا الحمد لله الحمد لله الاهلي فاز برباعية نظيفة من اللقطات برضه اللقطة محمد هاني وبرسي تاو وهم بيحيوا الجماهير بعد الهدف الرابع هدف مزيكة عرضية هاني لمس ببرسي تاو في دقيقة تسعين هاني ما كانش موجود نوع زمقات المباراة لكن كفيلة النقطة دي كفيلة اللقطة دي كفاية اوي كفاية اوي تاو النهاردة من اول دقيقة من الجلدة للجلدة موجود معاك فالنهاردة لا النهاردة النادي الاهلي الحمد لله لعيبة مركزة لعيبة فايقة ولازم جماهير النادي لالي تدي الثقة لعبته ليه موسيماني رجل المباراة الكبيرة أملا في الدوري فاشل رد علي يعني خلينا يا جماعة نضع الأمور الأستاذة لا رايحية نضع الأمور في نصابها الطبيعي النهاردة احنا بنتكلم عن مباراة في أفريقيا وموسيماني موفق ومميز فيها فخلينا ندي له حقه موسيماني مش فاشل موسيماني مش لالي مش بيكتشفه موسيماني مش أول مرة يمرن كورة موسيماني السيفي بتاعه كبير من قبل ما يجي الأهلي ومعه الأهلي كبر أكتر لكن اللي أنا عايز أقوله موسيماني آه في بعض العيوب وارد موسيماني بيبقى فايق أكتر في المباراة الأفريقية لأنه بيشتغل عليها بشكل كويس لأنه بيعرف يشتغل ويأهل لعبته ليها بشكل كويس لعيبة نفسها كمان خد بالك النقطة دي من المهم حماس اللعيبة والروح المعنوية عند العيبة في مباراة أفريقيا بيبقى غير الدوري ودي مشكلة لازم العيبة تشتغل لأن العيبة بتبقى دخلها مباراة أفريقيا عارفة أن المباراة بتفرق في الدوري يقول لك دا لسه كتير وإزا ملك هيضيع وطرميز هيضيع ولسه 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 فحتى معنوياً العيبة بتبقى في الدوري غير أفريقيا فده مساعد موسيماني لكن في نفس الحال برضو موسيماني بيبقى مميز قدام الفرع اللي بتلعب مباراة مفتوحة والنهاردة من عدم زكاء فريق وفاق السطيف أن رغم النقص العدري كان بلعب مباراة مفتوحة قدامنا دي لأهلي في بعض الأوات عشان كده لأهلي اخترق من العمق ووصل نورنا وسهل سعيد سند من إيطاليا فلكن مشكلة موسيماني شوية في الدوري لما الفرع بتلعب زون ديفينس وتبقى مقفلة بشكل كبير وإنت الدوافع مع العيبة قلت في نفس الوقت كمان بيحصل حال الضروب لكن أنت تحمد ربنا كأهلاوي أن الضروب حصل في الدوري تغلطت مباراة أمام المصري تتعدلت مبارتين دعا كم نقطة مش مشكلة الدوري تقدر تعود وهتعود وهتستعيد عفيتك وهتستعيد إصاباتك واللعيبة هترجع والإصابات الحمد لله لكن أنت بتحمد ربنا أن التعطف ما يكونش في أفريقيا نتمنى مشوار الألي يكمل في أفريقيا يعني على خير